داود محمد فرحان ساحر أعلن توبته لكن الجن والشياطين كان ليهم رأي تاني في الموضوع ده وحرفيا اللي عملوه في الراجل ده يتخطى مرحلة الشر وده غير اللي حصل في ولاده وأعز ما يملك قدام عينه وده كله كان عقب ليه بسبب توبته وبعده عن مجال السحر والدقل والشعوزة قبل ما نبدأ في أي حاجة ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان تشجعنا على نشر المزيد ويلا نبتد القصة على بركة الله الساحر داود محمد فرحان لما كان لسه طفله صغير كان ابوه بيتمنى بأي شكل من الأشكال أن ابنه ده يطلع ساحر زيه وأنه هو يورس مهنته دي ويشتغل بيها وكان ابوه دايماً بيعمل عليه طلاصم وتعوزات عشان الجن يلبس جسمه داود بيحكي وبيقول أنه لما كان لسه طفله صغير وسنه ما يتعداش العشر سنين كان دايماً بيجي له حالات سرع وهو نايم بالليل وكانت الحالات دي ما بتقولهش غير بسبب واحد بس والسبب دا هو أن الجن بيكون قرب منه بالليل وهو نايم وابو داود في الوقت دا كان عارف أن كل العلامات والحاجات اللي بتظهر على ابنه في الوقت دا هي بتدل على أن ابنه في الوقت دا في حال تمس من الجن وأن دا بداية المشوار اللي هو عاوز ابنه يكون فيه لكن أم داود فرحان كان لها رأي تاني ومختلف عن بقية العيلة وكان نفسها أن ابنها ما يطلعش ساحر زي ابو وأنه هو يبقى تكل البعد عن مجال السحر والشعوزة داود بيحكي وبيقول أنه هو بمجرد ما بدأ يكبر في السن شوية بدأ يلاحظ على نفسه أنه هو بيحب يروح ويعد في الأماكن المعزولة لوحده وبالأخص الأماكن اللي ما بيكونش موجود فيها حد من البشر وكان أغلب الأماكن اللي هو بيحب يروحها بتكون أماكن في قلب الصحراء وداود كان دايما بيقابل في الأماكن دي بنات شكلها جميل جدا وكان بيقول أنه كان عارف ومتأكد أن البنات دي أساسا مش من جنس بشري وكان عارف أن هم جن ومتشكلين في هيئة بنات المهم أن عمنا داود دا بيقول أنه هو كان دايما بيحب يروح الصحراء مخصوص عشان يشوفهم وما كانش يعرف إيه السبب اللي بيخليه مجدود ليهم بالشكل دا المهم أن داود بيحكي وبيقول أنه هو في يوم من الأيام وهو راجع من الصحراء وكان في الوقت دا مروح على بيته شاف في الطريق معزة مربوطة في شجرة وكان شكلها غريب وملفت جدا وبيقول كمان أنه كان لونها أسود سواد أساسا مش طبيعي وده غير أن هي كانت بتبص عليه كأنها بني أدمى وفي الوقت دا داود قال أنه ممكن المعزة دي تكون بتاعة مزارع من المزارعين اللي بيكونوا موجودين في الصحراء وداود بيقول أنه هو فضل فترة طويلة جدا عشان يشوف إذا كان في حد هيجي في الكهوة ياخدها ولا لا لكنه تفاجئ أنه مفيش حد جاوة كأن المعزة دي أساسا مش بتاعة حد وهنا داود بدأ يحس ويتأكد أنه بنسبة كبيرة جدا المعزة دي ممكن تكون عبارة عن جن أو شيطان وإن هي ما تسخرانه في المكان دا عشانه هو مخصوص وداود بيقول في الوقت دا عشان يتأكد إذا كانت دي فعلا معزة ولا حاجة تانية راح جاب عصاية وبدأ يهوش عليها كأنه هيضربها لحد ما تفاجئ في النهاية بأن هي ردت عليه وتكلمت معاه وعرفته في الوقت دا أن هي مش معزة وأن هي جنية من قبائل الجن وقالت له كمان أن هي ظهرت له في المكان دا مخصوص عشان تشوفه المهم من بعد كده داود بدأ يقول أن اللي بيحصل معه دا بدأ يأثر عليه وعلى نفسيته وفي اليوم دا رجع على البيت وهو مش في طبيعته المعتادة وكأنه كان شارب حاجة ومش فايق وطبعا هو في الوقت دا كان لسه صنه صغير وحكل والدته على كل حاجة وهنا والدته كلمت الجيران كلهم عشان تشوف أي حل للي بيحصل مع ابنها وعشان تلحقه قبل ما الموضوع يتطور أكتر من كده ويبقى زي أبوه الجيران قالوا لأم داود فرحان أن انت لازم تربطي بجنازير وتحبسيه في البيت وأن انت ما تسمحش ليه بأن هو يخرج مهما حصل والناس اللي قالوا كده أساسا لأم داود هم أساسا كانوا شغالين في مجال السحر والشعوزة وعارفين كل اللي بيحصل وهنا أم داود بدأت تعرف أن الفترة اللي جاية دي هتكون فترة صعبة جدا على داود ابنها وأنه لو عد الفترة دي على خير ممكن يبقى كويس المهم أن بعد فترة من ربط داود بالجنازير وحبسه في البيت والدته ما قدرتش تستحمل اللي هي عاملة في ابنها وبقت تفكه من الجنازير بعض مرة كده عشان يطلع يتفك في الشارع شوية وبعدها بترجع تربطه تاني أما بقى داود قال في الوقت اللي أمه كانت بتفكه من الجنازير لما كان بينزل الشارع كان بدأ يلاحظ أنه هو بيأكل حاجات غريبة جدا وكان بيقول أنه كان ممكن يتلاقي أي حاجة معفنة في الشارع ويروح يأكلها حتى لو الحاجة دي هي طائر ميت وبيقول أنه كان مستغرب جدا من اللي هو بيأمله بس هو ما كانش عنده أي تحكم في نفسه وبيقول أن اللي كان بيتحكم فيه في الوقت دا هو الجن وداود بيقول أنه في الوقت دا تحديدا كان فاكر أنه كل اللي بيحصل له دا عبارة عن قرامات روحانية وأن دي مرحلة بسيطة ولما يعديها يكونش بهبوه وطبعا هو في الوقت دا ما كانش يعرف حقيقة الموضوع اللي بيحصل له بالزبط وبعد فترة والدته فكته من الجنازير وعاد بيتحرك براحته وما عددش بترجع تربطه زي الأول وبيقول كمان أنه هو في الوقت دا كان كبر في السن شوية وعشان كده كان قرر يسافر محافظة تانية وبيقول أنه في المحافظة اللي هو سافرها دي قابل هناك شيخ كان يعرفه والشيخ دا كان قاعد يتكلم معه شوية وبعدها عمل لداود شوية تعويز وتلاصم وبعد ما خلص كل التعويز قال للداود أن انت كده عنت معالج روحاني قوي وأن انت بكده جاهز أن انت تعمل أي حاجة وكمان قال للداود شوية كلام كده وحرص عليه أنه هو ما ينفعش يعرف حد به وأن الكلام دا ما ينفعش حد يعرفه غير المعالجين وبس وبعد كده الشيخ دا طلب من داود أنه هو يجيب كم كتاب كده ويفضل يقرأ فيهم ويتعلم منهم وكان من ضمن الكتب دي كتاب شمس المعارف وطبعا الكتاب دا غني عن التعريف وما فيش حد ما يعرفوش وما فيش ساحر في العالم إلا وقرأ من الكتاب دا المهم إن بعد كده استغفر الله العظم يعني الشيخ دا قال للداود إن انت بكده تقدر تعالج أي حد وتشفي أي حد من الأمراض اللي عنده وده هيكون عن طريق الخدام اللي هم تحت أمرك واللي أكيد هم هيكونوا خدام من الجن وبعد كده داود بدأ يعمل جلسات مع الناس على أساس إنه هو معالج روحاني وكان من شروط الجلسات دي إنه هو يكون داهن نفسه بأجود أنواع العود وده عشان الناس اللي قدامه تشم الريحة ويتوهموا ويحسوا إنه هم فعلا قاعدين في جلسة روحانية وداود كان بيعرف كل معلومات الشخص اللي داخل عليه من الخدام اللي هو مسخرهم والخدام دول اللي هم من الجن كانوا بيتعاملوا مع قرين الشخص اللي داخل مباشرة وكانوا بيسألوه على أي حاجة وهو بيجاوبهم واللي ما يعرفش يعني إيه قرين أنت ممكن تبحث عن نيته وهيطلع لك معلومات كتير جدا عنه لأن ما فيش إنسان في العالم ده كله إلا وله قرين المهم إن الخدام دول بيعرفوا من القرين كل المعلومات اللي الساحر بيكون عاوز يعرفها وبعدها بيبلغوا بيها وهنا الساحر بيبدأ يقولها للشخص اللي قدامه وبعد كده الشخص اللي قدامه بيبدأ يتفاجئ عن إنه هو إزاي يعرف كل المعلومات دي المهم إن بعد خمس سنين من شغل داود في المجال ده بدأ يحس إن مكانته بدأ اتقل وده بسبب الخدام اللي معاه عشان معدوش بيجبوله معلومات قوية جدا عن الشخص اللي بيكون بيعانجه وهنا داود قرر إنه هو يغير كل الخدام اللي معاه اللي هم أساسا من الجن ويجيب خدام تانيين يكونوا أقوى منهم وفعلا راح للخلوة بتاعته اللي كان بيختلي بها بنفسه في الصحراء وبدأ هناك يعمل طقوس عشان يصخر نوع جديد من الجن وداود بيقول إنه هو في وسط الجلسة بتاعته ظهر له مرة واحدة راجل كبير في السن وكان شكله مرعب حبتين وداود بيقول إنه هو عارف في الوقت دا إن الشخص اللي ظهر له دا هو واحد من أكبر زعماء الجن وبعد كده داود قال للراجل دا على طلبه وبعد كده اختفى مرة واحدة وفضل داود في الوقت دا مكمل جلسته زي ما هو وبعدها بلحظات بسيطة جدا داود اكتشف إنه هو تبعت له مجموعة كبيرة جدا من الخدام وهنا عارف إن الشخص أو الشيء اللي ظهر له دا هو اللي بعتهم كلهم ليه وفي الوقت دا هم عادوا كلهم تحت أمر داود فرحان لكنهم في الوقت دا كانوا مشترطين عليه شرط واحد والشرط دا إنه هو ينفذ أي حاجة هم يقولوله عليها كمان لكن الصادم والبشع والمرعب هنا في الطلبات اللي هم طلبوها من داود واللي حرفيا هتتصدم لما تسمعها وأول طلب طلبه منه إنه هو يروح لمكان الجلسة اللي هو بيعد فيها في الصحرة ويجيب معاه مصحف ويقطع نصين واستغفر الله العظم يعني يلبسوا في رجله وبيعمل حاجات تانية بالمصحف ماينفعش أقولها لأن هي حرفيا صعبة جدا المهم إن داود بيقول إنه هم طلبوا منه إنه هو يفضل قاعد في الخلوة أو الجلسة دي لمدة 40 يوم كاملين وطول المدة دي مش مسموح له بإنه هو يكون طاهر أو متواضي وكمان طلبوا منه إنه هو مهما يحصل في الفترة دي ممنوع يقرأ القرآن أو يفكر حتى إنه هو يفتح المصحف المهم إن بعد فترة 40 يوم ما خلصت رجع داود عشان يبدأ يعمل جلسات علاجية روحانية للناس لكن المرة دي بالذات كانت هتبقى بشكل أقوى عن المرات اللي فاتت وكان داود في معظم الجلسات اللي هو بدأ يعملها بعد كده كان بيقرأ عن ناس آيات قرآنية بشكل خاطئ وهو اللي كان بيبقى قاصد في الوقت دا وده طبعا كله بأوامر الخدام اللي تحت إيده والناس في الوقت دا ما بتكونش أخد بالها إن اللي بيقرأ دا غلط فغلط لأنه هو بيكون مشكل الآيات بشكل تخلي اللي قدامه ويفتقر إن دا قرآن كريم لكنه ما بيكونش مركز عشان كده ما بيعرفش حقيقة اللي بيتقرأ وكان من ضمن الشروط الجديدة اللي اتفرضت على داود فرحان إنه هو يكون طول الوقت في الجلسات الروحانية اللي هو بيعملها ما يكونش طاهر وإنه هو يبين للناس إنه هو فعلا شيخ وعارف ربنا وإنه كمان يدخل يصلي مع الناس في المساجد بس بشرط كمان إنه هو ما يكونش متوضي وكمان يكون مش طاهر ونيجي بقى بعد كده للسبب اللي خلى داود فرحان يتوب وإيه رد فعل الجن والشياطين لما عرفوا بالقرار دا داود فرحان بيقول إنه هو في يوم من الأيام وهو قاعد في وسط جلسة من الجلسات اللي هو بيعملها بدأ يحس بتعب شديد جدا وكأن طاقته كلها في الوقت دا كانت بتتسحب وما كانش عارف إيه تفسير اللي بيحصل له بالزبط لحد دم مرة واحدة نم في الجلسة دي غصبة عنه وفي الوقت دا بيقول إنه هو حلم بحلم غريب جدا حلم في الوقت دا بإنه هو موجود في القرية بتاعته الأديمة وإن الناس كلها ملمومة حوالينه وهو ميت وهو شايف كل الناس لكن محدش شايفه ولا سمعه وشاف في الوقت دا أهالي قريةه بيغسلوه وبيكفنوه عشان يتفنوه وكل دا وهو مش عارف يعمل حاجة ولا يتصرف وبيقول إنه هو حرفيا كان في الحلم دا كأنه عاجز وداود بيقول إنه هو وهو في الحلم دا كمان شاف نفسه وهو مدفون في قلب القبر وبمجرد ما القبر تأفل عليه شاف حاجة مسكت جسمه ورفعته للسماء ورزعته في الأرض تاني والحاجة اللي مسكته دي طلبت منه إنه هو يصلي لرب العالمين لحد أما مرة واحدة داود فأمن الحلم دا على صوت صريخ عليه جدا لدرجة إنه كل اللي كانوا موجودين في الجلسة دي في الوقت دا طلعوا يجروا عليه عشان يشوفوا ماله وما فيش ولا واحد كان عارف صوت الصريخ اللي طلع دا كان جاي من فين وبعد كده كل الخدام اللي كانوا تحت أمر داود بدأوا يوسوسولوا بإن اللي حصله دا بسبب إنه هو أغضب الشيطان وإن دا عشان هو نام من غير ما يخلص الجلسة أو العمل اللي هو بيعمله وطبعا كل دا كان كدب لكن هما كانوا بيقولوله كده عشان يبعد عن أي فكرة ممكن تخطر في باله أو بمعنى أصح إنه هو فعلا يسمع كلام الحلم دا ويروح يصلي وبعد شوية داود رجع نام من تاني بس غصب عنه وده لإنه هو فعلا في الوقت دا كان تعبان جدا وكان كل اللي بيحصل معده أساسا مش طبيعي لكنه حلم للمرة التانية بحلم أصعب من المرة الأولانية لإنه في الحلم دا شاف أبوه داود فرحان شاف في الحلم دا أبوه وهو في قلب المقبرة بتاعته وكان أبوه في الوقت دا عمال يسرخ له بأعلى صوت عنده وكان بيطلب منه إنه هو يبعد عن المجال دا بأي شكل من الأشكال وإنه هو لو كان رجع به الزمن كان هيتوب وقال له كمان إن اللي انت بتعمله دا هو كفر برب العالمين وإن انت بكده ماشي في طريق جهنم وبعد كده داود فق من الحلم من تاني وصحي من نوم وعرف إن كل الرسائل اللي بتجيله في الحلم دا من ربنا سبحانه وتعالى وإن ربنا لسه سيبله فرصة عشان يتوب ويرجع عن اللي هو بيعمله المهم إن بعد كده الجن والشياطين لما بدأوا يحسوا إن داود بدأ يفكر في التوبة بدأوا يسحبوا منه كل القوة الجسدية اللي عنده وكمان سحبوا منه كل الحاجات اللي هما كانوا مصخرا هاله لدرجة إن داود في الوقت دا ما بقاش قادر إن هو حتى يقوم من على السرير وقرر في الوقت دا إن هو يقوم يتوضى ويصلي ويتحدى كل الجن والشياطين وفعلا داود فرحان عمل كده وكل الجن والشياطين اللي كانوا حوالينه حرفيا كانوا هيتجننه لحد ما بعد فترة من توبت داود فرحان الجن والشياطين بدأوا يهددوا بإنهم هيئزوا عياله ومراته وبرضو داود ما اعطلهمش أي اهتمام وفضل مكمل في توبته لحد ما في يوم من الأيام داود كان قاعد هو وعياله مع بعض ومرة واحدة بدأ يشوف عياله قدام عينه عملين ينتفخوا بشكل غريب ومرعب جدا ومرة واحدة ماتوا من غير أي تفسير وبعدها بفترة مراته هي كمان جلها مرض غريب جدا ودكاترة كانوا عاجزين عن شفاءه لدرجة إن المرض دا ما كانش حد يعرفه وكمان ما كانش ليه أي علاج وطبعا زي ما قلنا هي في النهاية ماتت بعد عذاب طول جدا مع المرض دا ومع كل الأحداث دي كلها وبرضو داود فرحان فضل مكمل في طريق توبته وقرر إنهم حتى لو أتلوه هو نفسه هو مش هيرجع لهم وبس كده ودي كانت قصة داود فرحان اللي جنن جميع الخدم والجن والشياطين واللي فضح الدجالين وكمان الناس اللي بيقولوا على نفسهم وعالجين روحانيين ما تنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا ايه رأيك في اللي عمله ولو الفيديو دا عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف أجدد القصص اللي احنا بنزلها واشوفكم على خير في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله